الخبر الأول يقول بعد يوم واحد من قمة كورونا الكبيرة أمس الخميس ثبتت إصابة المستشار كارني هاما بفيروس كورونا على الرغم من حصوله على الجرعة الثالثة المعززة وأعلنت المستشارية اليوم الجمعة إصابة كارني هاما بكورونا بعد إجرائه اختبار اليوم وذلك بعد عودته من إجازته يوم الثلاثاء وإجرائه اختبار روتيني ظهر بنتائج سلبية بعد ظهر الأربعاء ويذكر أن المستشار لا يظهر حاليا أي أعراض ويقول لا داعي لألقلك أنا بخير وسأظل أنادي أحصل على التطعيم وتعزز وهذا سيحميك باحتمالية عالية من وصار حاد ويبدو أن الإصابة حدثت مساء الأربعاء وهو على اتصال مع أحد أفراد فريقه الأمني الذي تبتت إصابته بكورونا يوم الخميس لذلك وجب على المستشار إجرائه اختبار للتأكد من عدم إصابته الخميس والجمعة وبحسب المستشارية المستشار في الحجر الصحي المنزلي ويقوم حاليا بأعماله رسمية من المنزل باستخدام مؤتمرات الفيديو والهاتف ولن يحضر أي مواعيد عامة مع أي اتصال شخصي في الأيام القليلة المقبلة في غضون ذلك جاءت نتيجة اختبار زوجة نيهما وأطفاله سلبية ومع ذلك تم اختار جميع الأشخاص الذين كانوا مع المستشار وعلى اتصال بهم أمس وما أحد يحتاج إلى الحجر الصحي منهم لأنه تم تطعيم الجميع ثلاث مرات وفي المؤتمر الصحفي تم فصل المشاركين عن بعضهم البعض بواسطة الواحن زجاجية وكانت هناك مسافة أمان كافية للصحفيين وكان الجميع يرتدون أقناعة FF Beatsfai طوال الوقت